خطوات حكومية تتعارض مع البرلمان أولى هذه الخطوات هو ما تضمنته الموازنة والتي تنظر لها الحكومة بأنها الحل الوحيد للأزمة المالية التي يمر بها البلد لكن البرلمان يرى إنها غير واقعية ونفقاتها عالية جدا بقارنة بالأعوام السابقة وإنها مستهدفة للطبقات الفقيرة خاصة فيما يخص ارتفاع سعر الدولار أما الخطوة الثانية هو ما نشير في الإعلام عن نية إقالة بعض الوزراء بناء على طلب الكاظمي حسب ما أعلن عنه عضو التحالف الفتح فاضل الفتلاوي وإن أبرز الوزراء المشمولين بالتغيير الوزاري وكل من وزير المالية علي علاوي ووزير الكهرباء مجد حنتوش ووزير النقل ناصر الشبلي ووزير الصناعة منها العزيز ووزير التجارة علاء الجبوري أما الخطوة الثالثة هي إلزام الموظفين تحديث بطاقتهم البيومترية وإمهالهم ستين يوما لتحديثها واعتبارها مستمسكا رسميا فهل هذا هو نسف للعملية الديمقراطية من خلال مصادرة حرية المواطنين في اختيار المشاركة في الانتخابات من عدمها أما التحدي الأبرز أمام الكاظمي هو توفير بيئة آمنة للانتخابات خلية من السلاح المنفلت والصراعات السياسية وهل حكومة الكاظمي قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها أم إنها ذاهبة إلى تأجيل حسب ما صرح به بعض المسؤولين هذه التحديات الجسيمة هل ستستطيع حكومة الكاظم مواجهتها واجتيازها بنجاح أم إنها ستكون عثرة في طريقها